كفى تمديداً لأزمة ضلت عالقة يدعو بيان البعثة الأممية في ليبيا إلى التواصل لتسوية وطنية واضحة المعالم تفضيل تنظيم الانتخابات وإعلان عهد جديد للبلاد والمنطقة خلال عام 2023 حيث يختار الليبيون قادتهم وتسعيد مؤسسات الدولة شرعيتها لكن تحقيق ذلك لن يكون إلا بإسراع مجلسي النواب والأعلى للدولة للتواصل إلى اتفاق كامل ونهائياً حول القضايا الخلافية في القاعدة الدستورية وفق إطار زمني محدد ينتهي بإجراء انتخابات شاملة مع ضرورة إبداء القادة السياسيين التزاماً حقيقياً ومتواصلاً لتحقيق سلام دائم في ليبيا رغم ذلك يجدد عبدالله بثيلي دعم المبادرات التوفقية المؤدية إلى حل ليبي ليبي للأزمة السياسية تضيف البعثة في بيان يراه مراقبون تحميلاً للمشر وعقيل صالح وزر الإنسداد تحث البعثة المجلسين بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي بما في ذلك حول القضايا الخلافية بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد تعيد البعثة التأكيد على موقفها الصريح بأن هناك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مصار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023 والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة من المهم بالنسبة للشعب الليبي ومن حقه اختيار قياداته واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير مسؤولية لطالما حملها رئيس حكومة الوعدة الوطنية عبد الحميد الدبيب المجلسين باتهامهما بمحاولة تمديد المراحل الانتقالية لضمان بقائهما في السلطة بيان البعثة الأممية جاء ساعات بعد اتفاق رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة على وضع خارطة طريق لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية يعلن عنها لاحقا